جرى في مديرية ردفان بمحافظة لحجة تسليم موقع مشروع إعادة تأهيل عدد من الأقسام الحيوية بمستشفى ردفان العام وهي العمليات والعناية المركزة والترقيد وفق المعايير العالمية بالإضافة إلى إنشاء مصنع الأكسوجين وبنك الدم بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان في المديرية للجهة المنفذة المنفذة ممثلة بشركة أولاد صلاح للمقاولات وأعرب مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي فضل القطيب عن شكره لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على هذا التدخل الذي سيسهم في تنشيط الجهود في تقديم الخدمات الصحية داخل المستشفى الذي يقدم خدماته الصحية لعدة مديريات ووجه مكتب الصحة والسكان بالمديرية بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للجهة الداعمة والمنفذة لتحقيق هذا التدخل